إنما نرجع دلوقتي لهذا العدد الضخم جداً والأهل على فكرة ارجع كده بالتاريخ الأهل اللي يفقد الدوري في ظروف طبيعية لو الظروف طبيعية والمسائل متساوية ما بيفقدش الدوري عنده شخصية بطولة عنده نفس طويل عنده قطع غيار كافية عنده ثقافة الدوري عنده ثقافة الدوري يعرف يتعامل مع بطولات النفس الطويل 2014-2015 شفنا اللي حصل في العدالة التحكمية في هذا الموسم غير المسبوخ في تاريخ المسابعة وأعتقد تتذكروا إن في الموسم ده كان ملك وكتابة غيب غيب ملك وكتابة في الموسم ده ما طلعناش خالص لكن لما طلعنا عملنا لكم وراجع وقالنا لكم لما كنا أجازة حصل إيه واستعرضنا موسم 2014-2015 بالصوت والصورة كانت نتيجة إنه الزمالك اللي فاز بالبطولة استفاد بستة نقاط قلق إيه لا ستة نقاط مش كتيرة خد البطولة بس إيه تاني الأهلي أفقدوها 14 نقطة بأخطاء تحكمية 14 نقطة في موسم 2014-2015 كانت كفيلة بإنه الأهلي يخسر هذه البطولة في موسم 2014-2015 فالأهلي الأهلي لا يخسر بطولة الدوري في الظروف الطبيعية الدين الحد الأدنى من العدالة وسبني هتلاقي دايماً وأبداً زي المقولة اللي تقريباً مكتوبة على الوجدان الشعبي الأهلي بطل الدوري لكن اللي حصل السنادي مش بس مشاكل تحكمية جداول مضغوطة بشكل غير مسبوق فترات زمنية أعتقد مفيش فريق السنادي لعب مسافات بينية في مباريات كل 72 أو كل 48 ساعة قد النادي الأهلي